تصنيف الزوايا من المعلوم أن الزوايا تصنف إلى ثلاثة أنواع هي القائمة والقائمة هي الزاوية التي قياسها التسعون درجة ودائما نرمز للزوايا القائمة بهذا المربع الصغير ولدينا الزاوية الحادة وهي زاوية أصغر من الزاوية القائمة فإذا قياسها دائما أقل من الزاوية تسعين ولديكم الزاوية المنفرجة والزاوية المنفرجة عكس الزاوية الحادة هي زاوية كبيرة أكبر من الزاوية القائمة لدينا الآن نوع جديد من الزوايا أو تعريف جديد لأنواع الزوايا وهي الزاوية المستقيمة وهي خط مستقيم يكون قياس هذه الزاوية نعتبر أن هذه الزاوية هي 180 درجة أي خط مستقيم قياسه أو قياس زاويته 180 درجة لكن الآن لنقوم بتسمية أزواج الزوايا مثلا لدينا هذا المستقيم وهذا المستقيم شكل لدي أربعة زوايا هذه الزاوية A المحصورة بين الضلعان والزاوية هنا مثلا أسميها B Y X الزاوية A مع الزاوية التي تشاركها نفس الضلع ونفس الرأس الزاوية X نسميها زوايا متجاورة لاحظوا الزاوية A والزاوية X زوايا لهم نفس الضلع في الوسط يشتركوا بضلع واحد وأيضا رأس واحدة أيضا هناك ممكن أن أسمي الزاوية A مع الزاوية B لاحظوا أيضا بنفس الطريقة فإذن الزاوية A هي جارة أو تجاور الزاوية B فإذن هؤلاء الزاويتان متجاورتان ولكن في هذه الحالة لأنهم متجاورتان على خط مستقيم متجاورتان على خط مستقيم فتكون الزاوية A والزاوية B مجموعهم 180 فإذا كانت الأولى قياسهم 100 يجب أن تكون قياس الثانية 80 الآن نأخذ تعريف آخر من أزواج الزاوية الزاوية A وأيضا الزاوية Y زاويتان موجودات باتجاهات متعاكسة لكن هما مصنوعان أو وجدا من نفس الأطلاع نسميها زواية متقابلة بالرأس زواية يلتقوا على رأس واحد لكنهم لنفس الأطلاع يعني هنا سأقوم برسمة جديدة لاحظوا هذا الظلع وهذا الظلع شكل لي زواية الزواية التي تقابل بعضها نسميها زواية متقابلة بالرأس الزاوية الزرقاء تقابل الزاوية الزرقاء في الأسفل الآن تسمية الزاوية هذه الزاوية لاحظوا لها رأس واحد فقط أسميها بهذه الإشارة الزاوية نرسم زاوية صغيرة بجانبها لنقرأها الزاوية A لكن في حالة الرسم الثاني لا أستطيع أن أسمي الزاوية A لأن لديك زاويتان عند النقطة A فإذن يجب أن أسميها تسمية كاملة أقوم مثلا هذه الزاوية الزرقاء لأقوم بتسميتها أأخذ الأضلاء المشتركة لها الزرقاء الأخير هنا نبدأ مثلا من النقطة K A M نمشي على هذه الزاوية فإذن هذه الزاوية اسمها K M A عفوا M K A M وأيضا أستطيع أن أقرأها بشكل عكسي M A K بهذا الترتيب بالضبط لكن لا أستطيع أن أرتبها A M K لاحظوا بدأت بالضلع ثم رأس الزاوية ثم الزلع لكن هذه الزاوية الصفراء مثلا أبدأ بالضلع B ثم A ثم K وأيضا أستطيع أن أقوم بتسميتها بشكل عكسي K A P ترتيب عكسي لكنهم نفس الزاوية مثلا هذه الزاوية عندما أقوم برسم هذه الزاوية وهذه الأضلاء أسمي هذه النقاط عندما أذكر B C D أبحث عن B C D أبدأ برأس الضلع B ثم أذهب إلى C إلى D فلاحظوا هذه الزاوية مستقيمة زاوية مستقيمة قياسها 180 الآن نريد في كل سؤال أن نسمي كل زاوية بأربع الطرق مثلا في السؤال الأول هذه الزاوية لها رأس واحد هي ليست مشتركة مع زوايا أخرى فمثلا أقوم بتسميتها الزاوية في البداية 2 هو ذكر لي أنها اسمها 2 أو أسميها فقط B لاحظوا لأن هذه الزاوية أو هذا رأس الزاوية لا توجد به زوايا أخرى أو أسميها حسب أضلاعها A B C أمشي في البداية عند A أنتقل إلى رأسها ثم إلى الضلع الثاني أو بشكل معكسي أبدأ بالضلع الثاني C ثم إلى رأسها B A فهذه هي تسمية هذه الزاوية والزاوية الثانية أيضا بنفس الطريقة الزاوية B أستطيع أن أقوم بتسميتها الزاوية الثلاث أو الزاوية رقم ثلاث أو الزاوية هذه هي إشارة الزاوية S ونسميها على حسب أضلاعها نمشي بالضلع R ثم S رأس الزاوية والضلع الأخير T وأيضا بصورة عكسية T S R هنا في هذه الزاوية هذه الزاوية مستقيمة لكن أيضا لها زاوية واحدة فقط مشتركة فنسميها إما الزاوية الرابعة أو الزاوية M أو نسمي أضلاعها L M N أو N M L هذه هي مسميات الزاوية طبعا طلب مني أن أقوم بتحديد نوع هذه الزاوية الزاوية A لأنه قام برمز هذا الرمز المربع هذا الرمز زاوية قائمة قياسها 90 والزاوية B هي زاوية أكبر من الزاوية القائمة فإذن نسميها زاوية منفرجة الزاوية المنفرجة الزاوية مفتوحة أكثر من الزاوية القائمة والأخيرة لأنها خط مستقيم زاوية مستقيمة طبعا قياسها دائما يكون 180 هذا المثال أيضا قم بتسمية هذه الزاوية طبعا هي زاوية حدة هذه الزاوية أسميها الزاوية 2 لأنه لديك العدد 2 وأيضا من الممكن أسميها الزاوية E لأن رأس الزاوية فقط به زاوية واحدة أو نسميها لحسب الأضلع الضلع الأول D ثم رأس الزاوية E ثم F أو بطريقة عكسية F, E, D أما في المثال الثاني لاحظ ما نريد إيجاد قيمة X لكن الزاوية في الأعلى التي قيمتها 100 والزاوية التي في الأسفل قيمتها 2XZ4 هذه زوايا متقابلة بالرأس زاويتان عكس بعض في الاتجاه من نفس الأضلع زوايا متقابلة بالرأس وتكون الزوايا المتقابلة بالرأس دائما متساوي هذه قاعدة ثابتة الزوايا المتقابلة بالرأس الثابتة فإذا الزاوية التي في الأعلى تساوي تماما الزاوية T في الأسفل فهذه أصبح لدينا معادلة 100 يساوي 2XZ4 قم بحلها في البداية أطرح 4 من الطرفان ثم قم بالقسمة على 2 على معامل X فالX هنا يساوي 48 فإذا قيمة X هي 48 أما المثال الأخير في هذه الصفحة نريد تحديد زوايا متقابلة بالرأس وأيضا زوايا متجاورة على هذه الإشارة في البداية الزوايا المتقابلة بالرأس لاحظوا الزاوية 3 تقابل بشكل عكسي الزاوية 1 ثلاثة في الأعلى واحد في الأسفل أعتذر عن الصورة غير واضحة بشكل كامل الآن نكمل سأقوم بتصحيح هذه الأخطاء في المقاطع الجديدة الزاوية 2 أيضا تقابل الزاوية 4 واحد من اليمين واحد من اليسار وهم من نفس الأضلاء لكن زوايا متجاورة يجب أن يكونوا على رأس زاوية واحدة ومشتركين مع بعض بجانب بعض مثلا الزاوية 1 والزاوية 4 أيضا من الممكن أن أكتب الزاوية 1 والزاوية 2 متجاورتان الزاوية 2 مع الزاوية 3 أيضا زوايا متجاورة الزاوية 3 مع الزاوية 4 طبعا هنا في هذه المسألة هو طلب مني فقط زوج 1 من الممكن أن تكتفي بإجابة واحدة لكن أنا حاولت أن أكتب جميع الإجابات لاحظوا هنا الثلاث والأربعة متجاورتان هنا أيضا نقوم بإعادة المثال بنفس الطريقة نسمي الأزواج أو نسمي الزاوية عفوا نسمي هذه الزاوية زاوية 4 أو على حسب الضلع A, B, C نمشي على الأضطاع أو أمشي بها بشكل عكسي B أو عفوا C, B, A وهي الزاوية طبعا زاوية حادة لاحظوا أنها أصغر من القائمة زاوية صغيرة هذه الزاوية قائمة دائما الزاوية القائمة يرمز لها بالمربع هذا الذي في وسط الزاوية هذه الزاوية قائمة اسمها الزاوية E أو الزاوية 5 لكن نسميها على أضلاعها أفضل D ثم E ثم F نمشي بها الأضلاع ضلع أهرأس الزاوية ثم الضلع أو بشكل عكسي F, E, D وقلنا أنها زاوية قائمة الزاوية رقم واحد أو الزاوية رقم N هنا الأخيرة أو بأضلاعها M, N, B وأيضا لها اسم آخر بشكل لين عكسي P, N, M وهي طبعا زاوية منفرجة في المثل الأخيرة لدينا مجموعة زوايا نريد أن نقوم بتحديد هذه الزوايا مثلا الزاوية 2 والزاوية 5 لاحظوا أنها زوايا متقابلة وهم من نفس الأطلاع لاحظوا كيف أنا قمت بتضليل الضلع بشكل أزرق تكونت الزاوية 2 والزاوية 5 من نفس الأطلاع فهي زوايا متقابلة بالرأس أما الزاوية 4 والزاوية 5 هي زاوية مشتركة برأس واحد لكن الأطلاع لاحظوا ليس لها نفس الضلع كما هذه الزاوية التي أنا قمت برسمها في الأعلى الزاوية في الأعلى لها نفس الضلع الذي في الوسط فإذا هذه الزاوية 4 والزاوية 6 ليست أي علاقة بينهم لا يوجد أي علاقة بينهم فأكتفي بكتابة لا يوجد أي شيء أو ليست أي منهما الزاوية 4 لاحظوا الزاوية 3 و 4 لهم نفس الضلع في الوسط وأيضا نفس الرأس فإذا هذه زاوية مشتركة أو زاوية متجاورة طبعا نحن سنقوم بالتركيز على الزوايا المتجاورة على خط مستقيم لكن هذه تعريفها هي زوايا متجاورة زوايا بجانب بعضها البعض لها نفس الضلع المشترك في الوسط ورأس واحد الزاوية الخمسة وستة أيضا بنفس الطريقة لاحظوا زاوية لها نفس الرأس هذا الأحمر ولهم ضلع مشترك في الوسط فإذا نسميهم زاويتان متجاورتان زاويتان متجاورتان لكن لا توجد بينهم قاعدة أنهم على خط مستقيم أو أن مجموعهم 180 لكن تركيز الزوايا المتجاورة سيكون على الزوايا المتجاورة على خط مستقيم زاوية واحد وزاوية ثلاث أيضا لا توجد أي علاقة بينهم لاحظوا لا توجد صحيح نفس الرأس لكن الأضلع مختلفة أما الزاوية واحد والزاوية أربعة هم مشتركين برأس واحد لكن بجهات مختلفة ولهم نفس الأضلع أضلع متقاطعة فنسميهم متقابلات بالرأس هنا نريد إيجاد قيمة X لكن الزاويتان المذكرات أمامنا هذه الزوايا متقابلة لاحظوا ضلعان متقاطعان وزوايا متعاكسة بالاتجاه والزوايا المتقابلة بالرأس قاعدة دائما أنهم متساويتان دائما نأخذ الزاوية الأولى التي قياسه 80 ونساويها بالزاوية الثانية التي قياسها 2X زائد 6 هذه معادلة الآن أمامك قم بطرح العدد 6 ثم اقسم على 2 لإيجاد قيمة X حل المعادلات عن طريق الوحدة الأولى قم بمراجعتها فإذن قيمة X هنا تساوي 37 قيمة X هي 37 بنفس الطريقة المعادلة الثانية الزاوية الأولى والزاوية الثانية هذه زوايا متجاورة على خط مستقيم والزوايا المتجاورة على خط مستقيم يكون مجموعهم 180 إذن الزاوية الأولى التي قياسها 15 والزاوية الثانية التي قياسها 15X لأنهم على خط مستقيم واحد يجب أن يكون قياسها 180 وأيضا بنفس الطريقة هي معادلة خطية قم بطرح العدد الثابت في البداية ثم اقسم على المعامل 15 فإذن 15 أو 165 من قسمة 15 يساوي 11 فالX قيمتها هي 11 ترجمة نانسي قنقر